السلام عليكم حبيباتي الغاليات أخواتي متتبعات قناة شيوات صفا أشخباركم لبساليكم توحشتكم بزاف ونتمنى تكونوا بأحسى الأحوال في الفيديو سوف نشارككم كيكا بسيطة وفي نفس الوقت الجيدة الشيشة ببيضة واحدة نتمنى تنا الإعجاب ديالكم تجربوها بالغوتي لوليداتكم ولا الضيوف ديالكم فتابعوا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله فبالنسبة للمقادير فغادي نحتاجوا حبة ديال البيض كتاخدوا الإناء ديالكم كتهرسوا في حبة بيت غادي نضيفوا عليها كأس نتع السكر ما يعادل 150 جرام غادي نضيف عليها ساشينتع الفانيليا أو إلا عندكم الفانيلي كيد ديروا ملعقة صغيرة وإلا ما عندكمش ديروا القشرة ديال الحامض وغادي ندير واحدة رشة ديال الملح وغادي نضربهم بالفويح احتكد يدوب لنا هذك السكر تماما وكينطلق مزيان مع هذيك البيضة كنطلقوه مليح مليح كنضيفوا عليه كأس ديال الزيت كنطلقوه مزيان كنضيفوا عليه كأس ديال الزيت ما يعادل 180 ميلي لتر كنضيفوا عليها كأس ديال الحليب ما يعادل 160 ميلي لتر ونضيفوا كأس صغير ديال العصير البرتقال ما يعادل 100 ميلي لتر هنا شتوني درت مداقات مختلفة وهذا اللي قضيعتكم واحد الكيكا اللي كجلدي دا منعشة وبنينة بزاف فكنضرب هاد السوائل ها كم زيان مع بعضياتهم نضيف عليهم واحد ياغورت يادرتو ياغورت طبيعي يعني زبادي تقدرو ويلا بغتو عندكم ياغورت فاني ديرو ياغورت فاني كذلك يجيزوين فنضربهم كاملين وهنا غد نضيفوه للدقيق فالدقيق قد نحتاج هنا اياه 250 جرام ديال الدقيق يعني زوج ديال كيسان ونصف مع زوج ساشيات انت الخميرة ديال الحلوة كل ساشي فيه 8 جرام يعني 16 جرام ديال الخميرة مع ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق ودائما كان اكد دقيق يكون مغربل فكن خلط هاد المكونات ها كابل فويم زيان حتى كيتجانسو وكن حصلو على خالات كمشتو فهاد القوام هادا فهاد الاثناء نمشي تشعل الفران ديالي باش يسخن دائما الكيك كان طيبوه فورن ساخن فاني هنا تستعملو اي طاوار قطر ديال هما بين 26 و 28 سنتيم انا غدي نديرها في الطاجين هذا او المقلة ديال المسمن فكيعجبني ندير فيه الكيك حيث انا مكيعجبنيش الكيك يكون طالع بزاف فدهنت الطاجين ديالي بالزبدة ورشيته بالفارينة وخويت الخالات ندخلها مدة 30 دقيقة على نار مهيلا على الحد ديالها حتى كتتحمرو على الجوانب كنحمرو لها الوجه ديالها وكنخرجوها كيفاش كتتخرج محمرة والريحة طلعة يا سلام لحقاش غدي جي كيكا من السمم الزيان فاشنو غدي ندير تقدرو تزينوها هنا باش ما بغيتو البنات ماشي مشكل فانا غدي نقطحها اللول قطعتها كيرا كونتشوفو الى متلاتات باش نديلها واحد تزين اللي كي يعطينا منظر زويون غدي ناخد كلها متلت واحد المتلت غدي ندير فيها كشوكولة بيضاء من الفوق ديالو جاتني سخونة غدي ندير عليها واحد سربيتة عد ندير فغدي ندير متلت بشوكولة البيضاء اللي غدي نرشي عليها فيغميسيل ملونة لا ترشي عليها اي حاجة مهم كما نقول لكم تزين كي يبقى اختياري يعني كل واحد عن حسب ذك شي اللي عندك في الدار فقد ندير متلت بشوكولة البيضاء وغدي ندير المتلت اللي في جنب ديالو بشوكولة السوداء ونستمر بهالطريقة هادي وبنسبة لديك الشوكولة البيضاء غدي نرشي عليها شوية لها فيغميسيل هاكا ملونة وبنسبة لديك الشوكولة السوداء فغدي نرشي عليها فيغميسيل شوكولة ثم عايا كملت هنا بالشوكولة البيضاء ونصط طريقة هدي نديرها في ذوك المتلت اللي رهم بقي اللي بشوكولة السوداء يعني فيك ربسيتة للتزيين وانتوما ممكن تديروا في عواد لها فيغميسيل تديروا لوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش ولا يعني اي حاجة بغيتوها صافي كتخلي بديك الشوكولة كتشد فرحة وكتقطعوها وكتقدموها بالصحة والراحة كجي زوين البنات ان شاء الله غدي تجربوها وغدي تعجبكم كجي من السما فيها الياغورت الياغورت كيعطيها هاشاشا يعطيها بنا اشتوا معايا كجي واحد الكيكا اللي درنها بتزيين شوكولة بيضاء وسوداء كل واحد كيهز المورسو اللي بغى بغيتو شوكولة سوداء بغيتو شوكولة بيضاء اللي بغيتو وممكن تدروها في مول مربع يعني مش درور تديروا مول دائري عنحيي لكم واحد القطعة باش نشوفوها كجي خفيفة بزا في البنات نتمنتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها للقوتي وتردو علي الخبار الي اعجبتكم خليولي شي لايك شي تعليق زوين بحالكم كذلك بارتاجوا الفيديو مع الاستخداء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش نضموا الصفحة ديالي على الانستغرام الرابط في صندوق الوصف دائما كنرحب بالجديدات وضروري تفعلوا جرس الصغير باش توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة